أطلق رئيس الوزراء الدكتور هاني الملق اليوم ثمان خدمات إلكترونية جديدة لأمانة عمان في ثلاث محطات إلكترونية ضمن مشروع هندسة الإجراءات والتحول الإلكتروني للخدمات الخدمات الجديدة تتعلق بالمهن والأبنية ورسوم المثقفات والاستعلام ودفع مخالفات السير ونظام الشكاوى الإلكتروني وطلب الصيانة للمباني من خلال ثلاث محطات إلكترونية في العبدالي وزهران والمقابلين مع توفير خدمات الدفع الإلكتروني لكافة المعاملات فيها رئيس الوزراء أوعز بعدم تحميل المواطنين أي كلف مالية نتيجة تقديم هذه الخدمات الإلكترونية وتعميمها حتى يستطيع المواطنون استخدامها لإنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الدائرة أو الوزارة المعنية ستسقبل أمانة عمان هذه الخدمات إلكترونية فقط في هذه المناطق وهي تسجيد رخصة المهن ودفع المثقفات والتحققات أيضا سيتم الانتهاء من باقي الوحدات الإلكترونية في كافة مناطق أمانة عمان في 39.2017 إن شاء الله وستكون الخدمات إلزاميا إلكترونيا اعتبارا من 1.1.2018